رانيم نتكلم عليك انت بدايتك في السكواش كانت ازاي هل كان فيه حد من العيلة بيلعب اللعبة دي فدا كان سبب انك تتجه للاعب السكواش ولا القصة بدأت ازاي انا اهلي الاثنين رياضيين والدي كان لعب كورة وكان بيلعب في الدوري الممتاز لعب نادي الترسان ونادي مقولين والله وكانت نشيين لعب ايه لا و والدتي كمان كانت بطت جمراية في تنس ولعبة بطولات دولية منهم ويمبلد الناشئين مرتين فاحنا عيلا رياضية بحتة يعني بس اختيار السكواش متالي تصادف مع زهور في التسعينات برادة بقى والاقبال الشديد على اللعبة وقتها كان في ناس كتير عايزة تدخل اولادها السكواش وانا بما ان اهلي رياضيين طبعا كانوا عايزين يختاروا لي رياضة وشافوا في السكواش بوتانشل او امكانيا ان العيب ممكن يحقق ذاته دوليا يعني يبقى عنده وتصنيف عالمي متقدم ويبقى بطل عالم في يوم الايام فاهلي اختاروا لي اللعبة دي وانا عندي حوالي خمس او ست سنين في نادي الجزيرة وبدأت هناك يعني دي كانت البداية في نادي الجزيرة فيه تمام بالسكواش؟ طبعا انا وقت ما انا بدأت كان الفاريق يعني مش عايزة اقولك الملاعب احكى انها 16 ملعب في النادي ما تلاقيش اماكن يعني فاطرة الصبح حتى والناس في الشغل الماشئين في النادي كانوا في الصيف بالذات كانوا بيبقى الملاعب كلها متاخدة كان فيه كل مرحلة سنية على الاقل ثلاث او اربع اولاد وثلاث او اربع بنات فنادي الجزيرة طلع ابطال كتير على مدار السنين وانا كنت فخور طبعا انا طلعت من نص الاجيال دي يعني وعرفت ان انا حاجة بس شيء رائع جدا انك تبدأ في نادي الجزيرة وانت بتقول خمس سنين بغاية دلوقتي ما شاء الله 32 سنة مسيرة طويلة اوي في نادي الجزيرة اه طبعا انا فخور بيها جدا يعني انا بعتبره بيتي التاني اللي انا اتربيت فيه وكنت وكنت مبسوط جدا ان انا يوم كسبت طولة العالم قدرت ان انا اكسبها وانا في بيتي يعني وانا في نادي الجزيرة ما كانش حصل بقى ان انا انتقلت نتيجة عقد احتراف احسن او كده بس بتشوف ان الشيء رائع جدا انك تبدأ في نادي الجزيرة وانت خمس سنين زي ما بتقول والحد دلوقتي ما شاء الله 32 سنة مسيرة طويلة اوي اه طبعا انا فخور ان انا قدرت امثل نادي الجزيرة كل السنين دي ومن ضمن الحاجات اللي فعلا كنت مبسوط بيها ان انا يوم كسبت طولة العالم كسبت وانا جوا بيتي كنت خايف يعني كنت الان او عمان لو حصل في يوم الام وكسبت البطولة اكون انتقلت نتيجة عقد احترافي تاني او حاجة بس الحمدلله ادارت افوز باللقب وانا في بيتي جالك عروض احتراف انك تلعب في اندية تانية او اكيد طبعا حصلت وفي سنة من السنين من حوالي ست سنين انتقلت من نادي الجزيرة روحت نادي سبورتنج في اسكندرية لعبت موسم واحد وبعين رجعت تاني نادي بتاعي بس ايا طبعا احنا لعيبة محترفين في الاول وفي الاخر مهما كان حبي للنادي لو انا محسيتش ان انا متقدر مادان كفاية اكيد حمشي فهو كان في بس ظرف معين حصل في الفترة دي خلاني انتقل ولما رجعت تاني حسيت بالتقدير من نادي الجزيرة ومن اعضاء مجلس الادارة كانوا فعلا متمسكين بي وحاولوا على قد ما يقدروا ان هما دايما يدولي العقد الاحترافي يبقى كافي ان انا محبش انتقل لحتة تانية مين من الاندية ممكن نقول عليهم اهلي وزمالك الاسكواش يعني مين الاندية دايما اللي بتكسب ببطولات دوري والله يتنافس بشكل قوي وحاليا طبعا يعني هتلاقي وادي داجل السنين اللي فاتت كان عنده لعيبة محترفين كتير اه ادر ان هو يحقق الدوري العام مش عارف بقى في مين تاني يعني انا طبعا امنياتي ان نادي الجزيرة يرجع تاني لمكانته ان هو ينافس على الدوري لانه احنا صغيرين كنت بننافس زي ما بيقولك على المراحل السنية كلها اه وكنت بنحقق لقب الدوري العام فانا حقول ان انا هحب ان شوف نادي الجزيرة ورايب ان شاء الله في الصدورة فترة الكورونا شايف ان هي ممكن تغير موازين لعبة السكواش ممكن تلاقي لعيبة كانت مستواها في طاب فورم او في فورم عالية اوي تقع شوية لعيبة تانية ما كانتش في احسن حالتها تتمرن بشكل قوي اوي وتعلى لعيبة تانية والله يبوس ده احتمال وارد اه لان احنا يعني انا معتقدش ان انا عمري في حياتي اتحطينا في موقف ان احنا ننقطع عن الرياضة تماما لمدة اه تلات شوور ونص او تقريبا اربع شوور اه ده ممكن يؤثر على ناس كتيرة وممكن يحصل زي ما بتقول تغييرات في موازين القوة اه في موازين القوة بالضبط اه كل واحد فينا بيحاول يقدر يعمل عليه اه بحيث انه لما يرجع ما يفقدش مكانته وده بالنسبالي انا ده الهدف ان انا كنت بتتمره مشاكل كويس اه يعني الفترة اللي فاتت طبعا يعني عدينا في التلات شوور بفترات يعني عارفت ازبزب مش عارفين الدنيا هترجع امتى فممكن اريح شوية واتمرن شوية بس في المجمل كنت مديل نفسي حاطت لنفسي سيستم تدريب عشان احافظ على اليقتي البدنية بحيث ان لما نرجع ما يبقاش فيه مشكلة في الجزء ده يعني الفنيات بترجع ان شاء الله المفروض بسرعة بس اللي اقل البدنية بتحتاج وقت كتير على ما تعرف ترجع تبقى لكن الفنيات ممكن تتأثر شوية انك بعدك عن الملعب طبعا واللي هي سرعة رد الفعل وانك تشوف الكرة اسرع الموضوع ده بيتأثر جامد بالانقطاع الكتير لمدة طويلة وده عشان كده احنا متحطناش في الظرف ده قبل كده مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل يعني متالي هيبقى موضوع انك تشوف النس مين هيرجع احسن من ال في احسن اللعبة